بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ونوله اخواني اخواتي كما لا يخفى عليكم اعتقد تابعتم ان هذه المرحلة الاخيرة وقعت انتخابة جزئية في مدينة الحسيمة وامك الناس وامديونة الى بقينا كانت ذكر احنا في حزب العادلة والتنمية ما قررناش نشاركو في مدينة لان اسي ابو زيد المقرر الادريسي ما بغاش يجدد الترشوح ديالو وقررنا بعد نقاش اننا نشاركو في الحسيمة ونشاركو في مكناس وبعد تحفظت كثيرا لانه الاخوان ديالنا كان رأي ديالهم انه الظروف ديال الحزب ماشي هي هديك ودك شي اللي شافو من التصرفات الغير ربما اللائقة والمناسبة في الانتخابات السابقة خلهم يقولوا بلاش ما نشاركو في هذه الانتخابات خليونا نستعدو نجدو الحزب ديالنا الاخر الاخر وكيف الاخر رجح عندنا ان نشارك وشاركنا وشاركنا وخرجت النتائج لما خرجت النتائج طبية الحل يعني ما قلنا ولو ما قلنا ولو لانه يعني النا جتعيش خرجت ولكن من اللي بدت تجينا التفاصيل ديال النتائج بدلنا ان هناك بعض الامور غير معقولة غير معقولة وبطبيعة الحل كان يعني الاخوان ديال الحسيما ظهر لهم بعض الامور اللي مشوا معقولة وخاجنا احنا للاخرين للحسيما قبلنا قبلنا النتجة ديال ولكن جانا انه مشي من الطبيعي ان الرئيس ديال ان الرئيس ديال ان الكاتب الاقليمي ديالنا يصفتر الشيكاية للوكل الملك ويمشي عند القيد ديال المنطقة اللي يوقع فيها الاشكال ويقول له يودرها السيد ديالنا شاف بعينه الرئيس ديال المكتب كي عمر يعني الصندوق بالاوراق ومن اللي يمشي عند القيد يقول له هذا الكلام يقول له ربما يتهيأ له يعني هذا الكلام ما ماشي معقول وثم يعني يعني تانية الاتاف وتالتتها انها في الحقيقة هي كذلك وانه في مكناس اللي كنا كانت تخيلوا انه كل الظروف مهيئة باش نجيبه احنا للبقعد بسبب بسيط وخا وخا ما كانش عنه اهمال كبير ولكن قلنا على كل حال هذا المرشحة ديالنا هذا المرشحة ديال 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 تجمع الوطن الاحرار تجمعوا معها جوجلات لسه ديال الاحزاب اخرين اللي هما في الاغلبية بشكلين او باخر وتخيلنا انهم الظروف السياسية يلا كانت الامر معقولة ما يمكنش واحد الناس خارجين تيقولوا الواحد الحكومة ارحالي والواحد الرئيس ديال الحكومة ارحل ويمشي ويصوتوا على المرشحة دياله هذا جنا جنا لا لا يستقيم فانتينو لله بالعكس كنا كانت تخيلوا انهن انهو الناس ديال مكناس باش يعددوا الموقف ديالهم اللي كيظهر رافض لهذا الحكومة وال والفشال ديالها المسترسيل منذ مجيئها اليوم يعني كنا كان نظنوا انهم الناس غدين 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 يصوتوا ضد الحكومة وحنا المرشح الوحيد من الاحزاب اللي نسبيا يمكن ان تعتبر عند حضود الحزاب الخرام حزاب صغيرة محترمة ولكن ما 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 وتقريبا كذلك كان يعني فعلا الناس خرجوا صوتوا الى اخره ولكن من اللي كانت جينا النتائج شفنا بل هاد النتائج هدي كين فيها شي حاجة مش ايا هديك شو هي هاد الحاجة اللي مش ايا هديك الحاجة اللي مش ايا هديك هي النسبة ديال التصويت انا عندي هنا يا الورقة ديال 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 الورقة الرسمية يا قاس عبدالله الرسمية ديال تصويت كيفاش كان من اوله الى اخره عندي مكناس النسبة ديال المشاركة ثلاثة فاصيلة 80% تقريب 79 المشور مكناس يعني المدينة المشور 14.34% ويسلان 3.8% موليدريس 6.69% بوفكران 6.95% تولال جلس فاصيلة 89% وليلي 17.72% هذه الوحيدة جمزة 10 المغاصيا 17.65% سيدي العربي بالخياط وقيلة يك شي حاجة الخياط سي عبد الله الخياط 13.60% الشرقهوة 12.41% نزلت بني عمار 15.99% الدخيسة 72.31% شوقع طبعا كين وحدين اخرين تيبانوحتهم بيذاء مججات وسيدي سليمان ملكيفان سيدي سليمان ملكيفان فيها 22% فاصيلة 45 ومججات فيها 15.91% ايدا هالتصويت اللي كان في مكناس كله كان يتراوح بين 24% وحوالي 20 نقوله 17% ولا 18% الا في جوج ديال ديال اسميته هاد 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 اللي جابت 72.31% في البيئة ديال نسبة المشاركة اكثر حتى من النسبة لصوته في الانتخابات ديال تمني يا شو تنبير يا كسي هاد هاد الناس هاد هاد خيسة هاد هاد الحرارة هاد خرجين صوت بهذا النسبة هاد جاتنا ماشي معقول وكذلك شوية ديال 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 سليمان مولكفان وشحال صوته في هاد خيسة الاحرار 96% كان بعدها شي حيز في المغرب كيصوته للناس بـ 96% في اي مكان ما كانش هاد شي ما كانش انتينو لله و سيدي سليمان مولكفان 88% وفي مجات 65% انا انا سمحوا لي اياه انا كانسان يعني كل شي تعرفني حد الاتهام لانني انا انسان وطني وما لاكي ودائما انحو منحا الدفاع عن الاستقرار والاصلاح بالتي هي احسن ويعني ربما حتى حد التواطئ مع الدولة انجاز لي ان استعبل هذه الكلمة لانه قناعتي تنقلها وتنعودها واللي ما عشبوش الحال على خاطر واللي بغي ادعين الى في المحكمة ادعين الى في المحكمة ومستعد ان اؤدي اي تمن في سبيل هذا لانه عندي قناعة ان الدولة هي اللولة خصة تكون بخير على خير وخصة تكون قوية وتكون لبس عليها مدين وذيك الساعات تقدر انتو الدولة تفاهم ولا تغوت عليها ولا تغوت عليك ولا تدير معك اللي بغت تدير معك ولكن كين علاش اما من اللي يكون هذا الشهادة يعني 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 فوضاء انا مش معقول ولكن يخص واحد الحد ادنى دي اللي بعقول ايا واحد الحد ادنى دي المنطق وثم هاد الشهادة جاء في الوقت الذي توطرت عندنا الشهادات انه وقع لبراج يعني البل ياكسان الخصوصا في هاد خيسان اللي كانت تكلموا عليها طبعا الاخوان دي المكناس اللي داروا الحملة بوحدهم بوحدهم بداروا الحملة في مكناس عمركم مشتيو الخرين خارجين سي عبدالله عمركم مشتيو خارجين ولا كيدروا الحملة ولا كيدروا مع شي واحد داروا الحملة بوحدهم وخرجوا واتصلوا بالناس ودرنا واحد اللقاء قبل من هذا اللقاء هذا باش نحمسوا الاخوان ديالنا تصدعينا فيه بين 150 و200 ديال الناس جونا 300 ديال الناس ونزلوا الاخوان من مختلف المدن وشاركوا في الحملة وشاركوا في الحملة والله العظيم ما كنت نظن ممكن قلتها لكم يا قلتلكم يا قلتلكم يا سيد عبدالله طلوا غير في المدينة لانني ظنيت انه صعيب صعيب باش يمشي في هدى الحرارة وقالوا لي يمشى والبوادي وقالوا لي كانوا من اللي كيوصلوهما الاخوان ديال العدالة والتنمية الناس كعيطو عليهم كانت شور ما كانش وتيعبر لكم على المسان ديالهم ودك الشي طيب وجات النتائج مخيبة للامل بالنسبة للعدالة والتنمية طيب ما يسمك مليش فينا هذا وسمعت الاخ المرشح ديالنا سياب السلام الخالدي الشاب المحترم والمحام المقتدر والذي كان رئيسا لجماعة ويسلان يعني لمدة خمس سنوات او ست سنوات ست سنوات وقادها باقتدار سمعتوك يتكلم تقلمت تقلمت لانه بل حزين ويائس كل صراحة وقال لك انا ما غادش نطعن في هاد الانتخابات وكذا الاخير جيت هنا عايت تلات سي عبدالله وقال له سي عبدالله الله يخليك الى مدير الواحد النشاط نشكره فيه هاد الاخوان هادو ل ل ل نشكره فيه هاد الاخوان هادو اللي شاركوا معنا في هاد الحملة واتش دار هادك النشاط وتم يا اطلعوني على على هذه الارقام بالتفصيل وديك الساعات هما تكلمون طبع تلك الحال تكلم سي عبدالله أبوانوت تكلم سي سلام الخاردي تكلم سي 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 كلهم خالوا كلام متازين معقول ما في احتشي عيب كين تقدو طبع تلك الحال كين تقدو وجات الكلمة جات الدور ديالينا وتكلمت حتى هنا وتكلمت حتى هنا وانتقد انتقد تصرفات ديال بعض بعض رجال السلطة ولو اردت ان اعددهم ربما لن اتجاوز الخمسة او الستة الذين بلغنا عنهم ما بلغنا عنهم واذا السيد وزير الداخلية يرد علي ببلاغ يعني اسمح لي السيد وزير الداخلية غير لاعق بش نكون معك واضح رغم انك تعلم انه انا واحد من الناس الذين دائما حاولوا ان تكون علاقتهم لوزارة الداخلية علاقة جيدة ومعاك انت بالخصوص ومن نهار اللي عاود رجعت للامانة العامة ويطبع علاقاتنا وتبادلاتنا يعني كلام ودي ومريح وإلى آخره انت لا لا بش تردع لي بهذا الرد اسمح لي انا شخصيا نقول لك واحد القضية اولا بعد وقبل كل شيء بغيت نعرف واش احنا عندنا الحق نتكلموا في هاد البلاد ولا ما بقاش عندنا الحق نتكلموا الكلام بشترط كلام ما بغيش نقول لكم ما درتي ولي بغيت وحنا بغينا تمنعونا من الكلام والله سبحانه وتعالى وخانكو نقل تكلام اللي جاك انتهى ماشي هو هدك راه الله سبحانه وتعالى يحكم في هاد القضية قبل منك وقبل من اي واحد في هاد الكرة الارضية تيقول الله سبحانه وتعالى السيد وزير الداخل لا يحب الله والجهر بالسوء من القول الا من ظلم ونحن ظلمنا ظلمنا ما تكلموش غد تحيدوا لنا احترحق في الكلام وهذا الشهادة في ردك على امين عام دي الحزب السياسي كان في يوم من الايام اذا كنت قد نسيت رئيسا للحكومة يوه اذا المواطن العادي شغير لا شافش حاجة مش هي هادك وشنودار ما تكلمنا لا اعلى الدولة لا اعلى الملكية لا اعلى وزير الداخلية لا اعلى وزارة الداخلية تكلم على بعض رجال السلطة اما قالوا شي حاجة مش هي هادك ولا يسمحوا بشي حاجة مش هي هادك ما يقول الناس قام لي هو من اللي داروا اسمح لي هذا غير معقول واش انت قادر تضمن كل شي رجال السلطة ديالك بلي التا واحد فيهم عمروا ما تيدير حتا شي مخالفة هذا الكلام انتا قلتيني بلي ممكن بيني وبينك في الهاتف نهار اللي تكلمنا على الانتخابات وعطيتيني الضمنة ديالك وحلفتي بالله بلي هاد بلي انت ما تسمحش باش تتمثل الانتخابات وانا ما انا اللي اعملك وانا نصدقك انت وزير الداخلية والمسؤول اللي تيهضر معاك بلا ما يحلف انت مضطرت صدقه وانا ما بقى ما بقىش التفاعل ما بقىش التقام ما بقىش التفاعل ما بقى ولو صافي بلي كدب واحد فينا الاخر انتهى كل شي سمح لي يا السيدة السيدة وزير الداخلية الى تكلمتي معايا انا هكذا كيفاش غدتكلم مع مواطن عادي واش العلاقة ديالنا مع الدولة ديالنا واش بغيتيو يعود يطبع الخوف انا راني عشت لمرحلة ديال 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 اوفقير وهديك مرحلة كان فيها مستقرا في انفسي ديال الخوف نيش بيا مع ذلك واشت في مرحلة ديال المصري الله يرحمهم جوج والله يرحم السيدريس المصري بالخصوص فهمتيني ولا لا وهديك في هذيك المرحلة ديال السيدريس المصري كانت لعصاء ومشيت للحبس ومشيت للدرب مليش شريف فهمتيني ولا لا ومشيت هاد عند الاجهيزة شدوني وداروا لي هذيك الطيارة اللي كتسميوا انتوما الى اخره ومع ذلك ما كناش كان شعروا هاد الخوف كله كان شعروا به ولكن دردنا تشي ذاز وسيدنا نقسم لي بالله عمر المرحلة ديال ديال السيدريس المصري ما ترجع للمغرب وحنا سنتيقوا وحنا هذا شي تنعتزوا به وتنفتخروا به وتنقلوها في العالم كله ايوه الى ردتي عني انت بهذا الرد هذا انا كانت سأل اتبا وشو بقي الشيء مغربي غير يقدر يتكلم معك بلا منذكرك انني كبر منك وانني عندي سبعين سنة بالهجري فامتنوا لله وراها رجعت لهذه المهمة هذه ماشي خدمة للحزب خدمة للبلاد وللوطن ثم الحزب ما ما عندي احتشي مبرير باش نعود نرجع قبل باش نكون امين عم ما نحتاش انا كنت رئيس الحركة وكنت رئيس الحزب وكنت رئيس الحكومة امتنوا لله وعلقتي الحمد لله طيبة مع جلالة الملك الذي اشكره يعني على على معاملتي الطيبة الى حد اليوم فامتنوا لله ما محتشنا لهذه المعاملة هذه لهذه المهمة انا رجعت حيث هذه مسؤوليتي حق بلادي ما كان عارفوش الزباناش غادي يجيب واحد الوقت وقفت علينا بلدنا ومن اللي وقفت علينا الحمد لله لقاتنا من اللي وقفت علينا لقاتنا على احسان الوجوه انت ترد عليها ترد تسمح لي انا ما متفق شي معك ما يليقش بك وما يليقش بوزارة الداخلين اللي احنا معنا التاشي رغبة باش ندخل احنا وياها في صدام احنا جينا باش نخدموا بلادنا حبيا لا لقينا اتساغ ما لقينا اتساغ غا نحطوها تش نشوف حنا غالب الله احنا ما درناش الاختيار لدارته حركات اخرى اللي قاتلك لا سيدي احتد قد الانتخابات لا احنا كنقوله هالدخول دي من الانتخابات هو مساهمة باش هالانتخابات هذي اتقد ان شاء الله رحمن رحيم احنا مشينا في هاد الاتجاه وعطات هاد الشي اعطات الشي نتائج وعشنا السيد وزير الداخلية عشر سنوات من الاستقرار العظيم من بعد عشرين فبراير فلوقت للدول اللي بحالنا راهية راهية بقية واحلة اليوم شي كي بدل الدستور شي تيقلب على رئيس شي تي يعني شي خشا ستين الف واحد في الحبس كل واحد شنودار بلاد ذا الحمد لله كين كين مخالفات كين كين ضحايا كين ذاك شي محدود ربما لا يصل الى يبغينا نحسبوه من واحد واحد ما ننصوش العشرة ديال الناس وهذا الشي احنا سهمنا فيه وكان قول لها لك بيعتزاز وفتخار السيد السيد الوزير وانخذك السعى انت ما كنتيش وزير كنتي والي على الرباط وكان بيني وبينك جوج لوزارة ديال الداخلية مشيتا واحد وليوم تصفت لي هذه الرسالة هذي انا اسمح لي وقال سيد وزير الداخلية كتعلمنا كتقول نبلغ ميزو بالرزانة الرزانة هي نسكتو على شي حاجة مش هي هذيك كين شي رزانة اكتر من هات الشي ديال احنا فتنا الرزانة ليه احنا السيد وزير الداخلية نتهم بالعمالة لوزارة الداخلية وانت تعريف ذلك ولوزارة الاوقاف والي القصر الملكي وما نعرف فين بغوا يدي ونجاع كين يتهم نحتاب العمالة المصاد والداعيش وما نعرف شنو هالتهام هذي ربخ الدماش مع العدلة واتمية انا نقول هلك كون كانت صحيحة اياه دي ونقطعو لنا الرأس ولكن هات شي در ماشي صحيح وما لايقش ما لايقش ونغرباء يبقوا يتسألوا شنو وقع في الدنيا طيب دبا انا تكلمت كتقول هذي الادعاءات المغريضة باش عرفتها مغريضة مفرضو انا غلط الغلط شي والاغلط شي اخر معناه ان نيتي سي ادخلتي معايا في النية ديالي عرفتيني بالضبط وكتقول السيد الوزير المغريضة وغير المقبولة والتي يبقى الهدف منها افساد هذه المحطة الانتخابية والتشكيك في مجرياتها بالشكل الممنهجي ومقصود على غيرار الخط السياسي الذي تبنى الحزب المعني خلال استحقات الانتخابية اليوم 8-8-2-2011 داخل تعليق بالله وشي تشبع كل علش غنفسدوحنا الانتخابات ما هو ما هو المطلوب ما هو الداعي ومن اللي بغينا نفسدو الانتخابات السيد الوزير نفسدو ديال 2021 وشو نقول لكم شو انا ما سنقول هاش ما اسلام نقول هاش كايaddسان مسؤول الاخوان ديالنا عندهم مسؤولية واشخاص اخرين أو 않은 الاقتل بدنا ما نقول ولكن وهي هاد داتيش غير مفهومة قالوا انها يعني لا تمثل يعني الرأي العام الحقيقي جوج كلمات اللي قالوا ما داروا مظاهرة ما داروا وقفة احتجاجية ما داروا بلاغ فهمتني ولله يعني كيتهموا في حتى شجها ما داروا دعوا في المحكامة ما داروا قالوا ارديتي هنا وكيف شاتشي ما فهمتش وكان يترأسكم واحد منهم الدكتور سعدين العثماني المحترم وكان معاكم زعماء الحزب ساعتها السرامي دو السيد دودي وجونسي بليتروكي وتتاهمون بالاغراض علاش هذا الاغراض هذا الشي بينه بالله إذا كنت مغريض هذا الشي بينه بالله وغير حسن عليه هو انت تقدر تقول باللي غلط ما تقدرش تقول باللي أنا مغريض وانا ماشي مغريض عبد الوافي انا ماشي مغريض انا انسان صادق الحمد لله وكان خدم بلادي وهذا الشي ما بقاش اليوم كلام ديال المغريب هذا الشعب في العالم ويعرفه العالم والناس تمنى ويكون عندهم الناس اللي عندهم هاد المنطق ديالي في الدول ديالهم وقالوا كل كان عندنا بحر السيبن كيران في المغريب بقى ما يوقع ذلك الشي يوقع عندنا في بلادنا شو معنك شو ما اقول ثم قد تقول باللي احنا بغينا نعلقوا نعلقوا الفشال ديالنا علاش بغينا نعلقوا علاش احنا مع الناس مشكل مع الناس مشكل نريب حول لنخسرات رأنا ما رجعت شي باش نعود نجيب 125 ونجيب رئيس ديال الحكومة الا يلا بغى الله سبحانه وتعالى انا رجعت حيث حزب العدل وتنميها السي عبداللوافي الفتيت حيث عنده دور في المجتمع وغا نقول لك هذه قناعة توجد في مختلف مستويات المسئولية والمؤسسات الدستورية انا ما كانش عندك الخبار السي عبداللوافي انا نقولها لك ولكن تبيني وبينك شنهار نقول لك شكون لان حزب العدل والتنميها اليوم ما يحتاج شسي عبداللوافي يعطي الدليل والبرهان لانه جاء ليخدم وطنه جاء بخيرة المرشحين وخيرة النواب البرلمانيين وخيرة الوزراء وخيرة رؤساء الجماعات لدرجة نغن قل كان واحد القضية انا تنتفاجأ فيه الى حد الان لم يبلغني من داخل الحزب ديالي بل لي شي حد فامتيني ولا الله يعني مس المال العام بغض النظار على كونهم رافقوا البرامج اللي كان كيد رسيدنا الكفة المدن بشكل يعني 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 بشكل راقي راقي وهاتشي غايب قيت تذكار عندك يسحب لك السيد وزير الداخل هاتش غايب قيت تذكر سيد وذكر مهما كان الكلام مهما كان الكلام مهما كانت الوضعية اليوم غايب قيت تذكر لانه الحقيقة كتاعدت تخرج تعيات حاول تلكموفل ما تقدرش تنبيبالكاموفل السيد وزير الداخل تلكموفل ده بواحد الوقت ما تقدرش تلكموفل في التاريخ فحيش لعدة الوثنبية ما محتاج اليوم يعطي يعطي الحجة ولا المران على حتى شي حاجة سلوكه وتصرفاته ومواقفه كانت فيها بعض الأخطاء ولكن في العموم كانت قمة في الشرف والموضوعية والمشروعية هذا هو حزب العدلة والتنمية ورجع شوف التاريخ ولا بغيتي نذكرك أنا موجود ولا بغيتي تعقد لي محاكمة أدبية ونذكره كل شي التفاصيل أنا موجود ماشي عاد اليوم من نهار اللي كنا ولهذا أنا شخصيا كان تأسف كان تأسف سيد وزير الداخلية كان تأسف علاش علاش وزارة علاش وزير الداخلية دي لنا يرد علينا بهالطريقة هذي إلا إذا كان إلا إذا كان المقصود هو انتو ما جيتي لانتخابات دوزتي وحقكم كنتي في رئاسات الحكومة عشر سنوات كنتي وحقكم مشيت في حالتكم دباء غتسكتو ولا غننضو لكم واشي دي لو غيتي تنضو لنا تفضلو ما غنسكتوش شنكون معاكم واضحة السيد وزير الداخلية ما بغيناش ما عمرنا غن تجوزو الحدود ما عمرنا غن نضلمو شي واحد وكن سبحولي ما ممكن نشنسكتو على الظلم لأنه احنا يا دباء من اللي كنقوله احنا حزب سياسي معنى ذلك أننا وسط بين الدولة والمجتمع وإذا المجتمع خستو يلقى بأننا نقوم على حمايته وحمايته وحمايته يعني يعني اختياراته في حدود ما نمتيل إلا احنا غنسكتو ما بقىش ما بقىش مبررة غير حلو هذا الحزب أنا كنقوله لك بقىشتو حلو حلو أنا ما عندي مانع نمشي ونرتاحه وذيك الساعات منكم المجتمع مباشرة ورحنا غادي لهذا الشي رحنا غادي لهذا القضية ديال منكم المجتمع لأنه في الأخر الأحزاب السياسية حتى الحملة الانتخابية ما دارتهاش لا في المكناس لا في الحسيمة البعض في الحسيمة ربما ما ليسا نقول لكم السيد وزير الداخلي لأن الفلوس راجو ما خصكم ش تردوا علينا بهذا المقام خصكم تقلبوا واش الفلوس راجو عملوا تحقيق أنا كنت كان انتظر من اللي قلت لك ذاك الكلام تحقق ضغيار رديتي عليها أنا تكلم لحد منتا رديتي عليها لتنين واش كانت عندك فرصة واش قلبتي بعدها قلبتي واش هاد الأرقام وصلوك واش هاد 73% وصلتك السيد وزير الداخلي واش رحالي يلا وصلتك أتحدك أنت شرحها هالي 73% في الدخيصة شنو هي هاد الدخيصة هذي أمريكا ما فيه 73% السيد وزير الداخلي نسبة تصويت فيها في الانتخابات العادية ما كتفوتش 50-60% في أقصى الظروف وحتى هي كيوقع فيها اتهام بالتزوير وماش يدك اللي اتهم هم التزوير في مثل اللي تقبطوا يديروا في الحبس ولا كيسيفطلوا هاد الرسائل بتحققواه السيد الوزير بتحققتيش بغي آخر شي تتدافع على الناس دي كلهم كان شي واحد يقدر يدافع على الناس دي لو كلهم أنا من اللي كانت تكلم على الناس دي وللي ولو كان بغي تدافع كلهم يقضي يجوزوا لي ولكن كان قول لك لم يبلغني ولو بلغني لقلتها وطبعا أنت كتق في الناس دي لك أنا كانت تق في الناس دي لي وبيننا وبينك أنك أنت تتحقق وتعيط علينا من لقاء هذا الكلام ما عجبك شا السيد الوزير أنا قابل عيط عليها وليها السعب الإله وشاة شي لك تقول صحيح شنو السبب ديالك وش عندك شي مبرير عيط على السعب أبوانو عيط على السعب السلام الخالدي فمتنون الله وعيط على داك الناس اللي كانت تكلموا عليهم عيط عليهم وسؤولهم وعندك السيرفتيت عندك نتم بالكاميرات جيبناها 73% نشوفوهم في الكاميرا 73% بيجيبوا بلينا نشوفوهم وحنا نعتذروا علانية نقولوا غلطنا غلطنا في حق بلادنا وغلطنا في حق السيد وزير الداخلية وغلطنا في حقها بالمناسبة أنت نجبتكش نهائيا تكلمت معك تنذكرك بالمهمة ديالك حيث حنا سنقدروك وتنقدرو داك الدور اللي كتقوم به ونشكر لك كل الأمور الإيجابية التي تقوم بها ولكن ما يمكنك تشفنا عنا باش نتكلموا خلينا نتكلموا ولا تكلمنا وكان كلامنا ما شي معقول وكان كلامك انت معقول رأى الناس غد يتبعوا كلامك وخليوا كلامنا واشوف دابا واش الناس دابا متفقين بع البلاغ ديالك ولك يقولوا ربما السعب للإله هو اللي عنده الحق أنا أسمح لي السعب الوفي وأما هذا الكلام ديال الترويج لاتهامة باطلة ليس لها أساس من الصحة يقلتين مشيوا للمحكامة وخلي المحكامة تحكم في هذا الشي سنراف المحكامة لأننا غان مشيوا للمحكامة بطبعة الحل غان مشيوا للمحكامة وغان طعنوا بهذا الشي هذا والدول تحكم المحكامة بما شاء عاو تنادوك القضاة حتى هما تنحملهم مسؤوليتهم أمام الله سبحانه وتعالى فانتدول الله ويذيروا داك الشي اللي بغاو احنا السيد وزير الداخلية بغينا بلدنا يعني ما يكونش في التصرفات ديالها ما يخدشوا شرفها وهذا لا يتنافى مع أن بعض رجال السلطة المحترمين يكون فيهم شي واحد ولا جوج ولا ثلاثة اللي خلفوا المبادئ أو غلطوا احنا ما عرفنا شنو هي التفاصيل أو الله أعلم ولكن ما شي من الطبيعي ليس من الطبيعي في الوقت اللي شعب كامل تقول ارحل وحنا ما قلناهاش بالمناسبة تنقلها لك تنعود نكررها لك ما قلناهاش النهار للول نهار اللي خرجت ديك خيطنا فهمتين ولا الله كثير بغت أجل وضع باش تقول ارحل قلتنا للناس دي ولنا ما تقولوش ارحل هنكونوا ظلمين للراجل يلا هزان نقولوله ارحل ماشي معقول وهذا ماشي في صلاحة بلادنا احنا بغيناش في هذا الاستقرار لبلادنا ما يمكنش يلا هزافه ربع شهور بقي ما كملناش ربع شهور نقولوله ارحل واحتفى هذه الحملة هادي أنا قلت لهم قولولي يشكون لمراد الحملة هادي قبل ما يقولها لا البريطاني ولا الشينوي ولا تاوحد حيث حتى شي واحد ما سمعتوتي يقول شكون لمراد الحملة هادي ما 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 أنا مثلا عمتي عجبنيش انتبع المجاهيل مش كل امور واضحة ولكن الشعب تجاوب معها كتر من مليون ونصف لجوش ديال المليون اللي التفقوا السي معناه ذلك انك هنا ماليز ماليز بروفون ماشي ديال ما زودتوا لديال لسانس المازودتوا لسانس هذا غير مبرير الناس ما عجبه همش هد الحكومة اللي انت فيها وزير الداخل يا السيد الوزير ما عجبه همش وما عجبه همش الرئيس ديالها الذي كان هو هو المسؤول على البلوكاز الشهير والذي اربك العملية الديمقراطية في عمقها اللي انطلقت في 2011 مع الدستور الجديد السيد وزير الداخلية خليني نقولك هذا الكلام بصراحة ووضوح ومع ذلك احنا رح نسكتين وداخلين في اللعبة وكان حاولوك ندفعوك لانا شو المهم عنا بلادنا إذا كانت بلادنام زيانا غد يبقى عندنا اتساع ونبقى ونطلعونها بطويلة آخرية أما إذا كانت بلادنام يبقاش فيها اتساع وولد فيها لقدر الله الفوضاء هنوليوا حاجة أخرى وهذا ما احنا معمر ما غد نسمحو بها ان شاء الله رحمه رحيم ولهذا ما نقولك السيد الوزير الداخلية أرجوك بالعلاقات الويدية التي بيني وبينك إن كنت ما تزال تؤمن بها ولك واسع النظر والتي أنت نفسك تذكروني أنها قديمة قدمة المخيمات إلى آخرية إلى آخرية أرجوك يعني يعني أن أن تعود إلى ما يجب أن تكون عليه صحيح أنك كنت رئيس ديال الحكومة وكنت رئيس ديالك إلا كنت تذكر الحادثة ديال ديال السفارة الأمريكية اللي ضحكت معك فيها هم تقول له وكان الطموبيلتي بقي مجلت وكنت غنأخذ لك طموبيلتك قلت لي أخذها السيد الرئيس هي كان ضحك معك تمشيتي وانت نطموبيلتي تجاد أن نحن البلدنا لا ينقص منها أن يكون فيها إنسان مخطئ أو مجموعة مخطئة أو جهة مخطئة وإحنا إلا تبت بلحنا يا هاتشي لتنقوله مش صحيح نغل نعتدره على نية ولكن انت اليوم وزير الداخلية أنا غير مواطن عادي أمين عمدي الحزب عنده 13 المقعد وهو فرحان هذا 13 المقعد حامض الله على اليوم حتى كان الناس أن يظنوا أنك إن في ذاك البرلمان ديالكم فهمتينه ولله غير وزير الداخلية غير الحكومة أوسي عبد الله بوانه ولمجموعة دياله ووحد السفيه ما نهضرش عليه بلا ما نهضر عليه كل ساعة نوضلينا ضاجي اجتماعي بارك علينا ولكن إلى شركنا وكنا نستحق شي حاجة خليونا ناخدوها سبحانية رامغت بالدلم وزير القوى للحكومة للأغلبية للمعارضة للتوحدة فيهم فامتينه ولله ما مشي بها الطريقة هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته